بها زيج البحر ورقصاته استقبلنا مهرجان التراث البحري 2023 لينقلنا في رحلة عبر الزمن نعايش فيها أجواء أهل البحر في قرية ساحلية تراثية أعيد بناؤها على كورنيشي أبو ظبي عندنا في المهرجان بتشوفين عندنا وائد أشياء سويناها مثل سوق البحري وعندنا سوق التجارة في سوق البحر بتشوفين عندنا أنواع السمك وإذا حابت تشترين سمك ويشبون جدامج وكيف كانوا يستخدمون شو كانوا يستخدمون عسب يصيدون السمك وكيف يستخدمون مو بس شو بتشوفين صوب التجارة نوع وايد يعني من التلي كيف نصنع البرقع كيف كانت الطب قابل شو كانوا يستخدمون عسب يداون المرضى زوار المهرجان يتعرفون على الحياة الساحلية التقليدية حيث يتتبعون رحلة من عاشوا في تناغم مع المد والجزر في أبوظبي من خلال تجاربة تشمل ورش عمل مخصص لجميع أفراد العائلة وألعاب شعبية وعروض أحياء الماضي ومنتجات تقليدية البرقع تتكون من ثلاث قطع اللي هي قطعة النيل والكيمري والشربة أول شي قطعة اللي هي كانت أول شي من درجة من القدم يعني اللي هي قطعة النيل فقطعة النيل استخدموها كوقاية وكعلاج وكستر البرقع تختلف قصاتها من منطقة إلى أخرى ومن إمارة إلى أخرى وإلى جانب احتفاء بالعادات والتقاليد التراثية لمجتمع أهل البحر ومن يرتبط مهنهم بحياة البحر في أبوظبي يمكن للزوار مشاهدة العروض الأدائية والتي تضم العيالة والنهمة مهرجان التراث البحري 2023 ينقل لكم التراث بوجه عام والتراث البحري بشكل خاص لمركز أخبار قنوات أبوظبي ندى الزعابي أبوظبي